شوية الحقيقة خمس أفراد من أسرة واحدة هي الأسرة كان أكتر من فرد تعرضوا كلهم لحادث أليم عند طريق منيا الأمحف بنا التوفو عادل عادل وديع توفيق 57 سنة لو معنا صورة عادل وطبعاً الشابين الحقيقة عادل ده الأستاذ عادل وديع توفيق وزوجته نيفال صدقي صادق سليمان 52 سنة وبنتهم مدنة عادل 27 سنة وزوجها فادي عطية عزيز 27 سنة وهم عندهم لتنين التوأم واحد منهم توني فادي أربع سنوات كان باقي الأسرة معهم في العربية وأصيبوا ثلاثة كانوا أصيبوا بإصابات بالغة وهم كلهم موقمين في مدينة الزأزيق النس فجئت الحياة بالخبر وكان الصلاة على جساة منهم الفجر على طول في كنيسة ماريو حنة بالزأزيق وده كان الحادث الصلاة كانت أعتقد كانت فجر السبت يعني الحادث ده كان حصل يوم الجمعة والصلاة كانت فجر السبت حادث التصادم كان بطريق بنها الزأزيق أمام قرية كامرونا وتبين انقلاب السيارة بسبب اختلال عجلة القيادة وتصدمها بسيارة بسيارة شخص آخر والحقيقة طبعاً يا جماعة موضوع الحوادث دي مش الحادثة احنا معنا النهاردة كذا حادثة الحقيقة طبعاً بنتمنى ربنا يمدي ايده للمصابين التلاتة وطبعاً فيه طفل من الأطفال كده هيكون من غير الأب والأم ويعني حاجة مأساوية الحقيقة ولو تشوفوا برضو كامل الكلام اللي كانت بينه أصحابهم وأثارهم من الكنيسة من منطقة من الزأزيق الحقيقة يعني كانوا ناس يعني كلهم الخمسة الحقيقة ربنا ينيح أرواحهم جميعاً وكلهم كانوا يعني ناس جميلة جداً كل الأسرة ونيحها لأرواحهم وشفاء للمصابين الحادثة التانية الحقيقة برضو اللي يمكن يعني زي ما بنقول أنه برضو حادث طريق أندرو يوسري سامي عايش في أورلاندو في فلوريدا وكان نزل لمصر وبرضو تعرض لحادث ما عنديش تفاصيل قوي عن الحادث لكن الحقيقة أندرو عشرين سنة وكانت صلاة الجناز من حوالي أربعة أيام في كنيستة العدرة والكديس أسانسيوس بمدينة نصر يعني الحقيقة وكان برضو الحادثة كانت مفاجأة جداً جداً أندرو بشهادة الجميع برضو في كنيسته أنه كان شاب جميل جداً جداً وكان خدوم ويعني الحقيقة أصحابه ولكل متأثرين جداً لدرجة حتى أنهم عملوا أغنية مخصوص لي وكان فيه كمان صلاة التالت كانت هناك في فلوريدا ويعني ربنا يعزي أهله هو زي ما شفته كده لو نرجع للناعي مرة تانية الناعي اللي كان في الجرنين كان أنه هو نجل المهندس يوسري سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتكنولوجيا الحديثة والسيدة نانسي جورج والدته وشقيقته ماريا بنقدم العزة لكل أسرته وكل أصحابه وكل محبيه كانت صعبة جداً كمان كان برضو يوم الجمعة كان فيه حادث آخر كان مؤلم أيضاً يوم الجمعة 20 يوليو على طريق دير الأنبة شنودة في السعيد والديرنا بس يعني حصلنا على صورة فرج سعد وهم المتوفين كانوا ثلاثة فرج والده عفواً فرج ونجية نصيف ونصيف برسوم وكلهم كانوا قريب وكانوا مؤجرين عربية غالباً كانوا في طريق الدير دير الأنبة شنودة واللي حصل أنه البيل سواء كان بشهادة المصابين سوزان نصيف عماد نصيف كورولوس فرج وجينا فرج وفيه إصابات خطيرة كسر في الحود وسوزان كانت ركبت شرايح ومسامير وفيه برضو الإصابات عبارة عن كسور وبشهادة اللي هم الناجين من الحادث والمصابين أنه الباشا السواء يعني كان بيبلبع برشام يعني وطبعاً ده أغلبية الحوادث بتبقى بسبب أن السوائين بيتعاطوا برشام مخدرات أي حاجات من الحاجات البلاوي الصعبة دي جداً اللي حصل أنه هو العربية اللي دخل في الرصيف والعربية زي ما تشايفينه الرصيف أهو دخل في اللي هو الحاجز ده والعربية تقلبت ست مرات وكانت نتيجة دي الحادث ده أنه توفي التوفى فرج سعد ناجية نصيف ونصيف برسوم ربنا ينيح أرواحهم وربنا يمد إيده برضو للمصابين يعني شوفوا كام حادثة فيه كمان حادثة حادث لسه تاني أربعة برضو من أسرة واحدة في حادث مروع بطريق العالمين والحادث ده حصل فجر الأحد والعربية دي كانت مرسيدس والكل حتى كان بيقول شوفوا بالرغم من أنه العربية وإمكانياتها كانت كبيرة قوي لكن يعني مفيش حاجة بتقف الله أعلم بقى كان إيه سبب الموضوع توفى مازن خالد وزوجته وابنه وابنهم تفلهما والغريب بقى اللي لفت نظر وسطورة دي هتلاقوها منتشرة في أماكن كتير أنه للأسف الشديد أنه كان فيه ناس راحوا وسرقوا حتى من قبل ما يحاولوا أنه هم يستغيثوا علشان يكون فيه إنقاذ للأسرة دي راحوا بقى سرقوا مبايلاتهم ومشوناتهم وكل حاجة كانت كل المتعلقات بتاعت الأشخاص اللي كانوا في العربية دي يعني حاجة حاجة فعلا صعبة جدا ربنا يعزي أسرتهم خالد وزوجته وطفلاهما كانوا في العربية دي في طريق العالمين برضو شخصه إصابة اتنين في انقلاب سيارة بتاريخ باريس الأكسور أحمد عنده تلاتين سنة وأصيب ده اللي توفى وأصيب أشخاص آخرين في أحمد وناصر كان برضو انقلاب بسيارة على طريق باريس الأكسور وسيارات الإصعاف انتقلت للمكان وتم نقل المصابين لمحافظة الأكسور وطاقم الإصعاف كان برضو هنا بقى يعني بنشكر طاقم الإصعاف لأمانته إنه كان معاهم 12 ألف جنيه وإنه الطاقم سلمها لأمانات المتوفي والمصابين يعني حاجة بصراحة برضو يعني بنشكرهم على أمانتهم عكس الموقف الآخر اللي إنه اللي واحد بيستغرب إنه ناس تكون بتموت وبتصارع وتيجي ناس وتسرق العربيات يعني حاجة أصعب على فكرة برضو بيحصل عشان بس الناس تقول إنه لا بيحصل برضو في أماكن كتير حتى في أمريكا الناس هي هي البشر هما هما الإنسان الشرير اللي بيبقى مش فارق معاه إنه ناس بأزمة زي كده موجودين في كل مكان وبرضو ناس قلت قاعدوا يقولوا وانتو بس مصر ما بيحصل حوادث في كل حتة أي وبيحصل في كل حتة بس دلوقتي فيه القاء دو حوادث الطريق الطرق في مصر زادت بشكل كبير جدا وبمعدل عالي وبيت حوادث بتحصد أرواح بالعشرات يعني شفتوا حادث المينيا كان 12 متوفي الحادث اللي هو كان في الزقزيق خمسة من أسرة واحدة حوادث حوادث كتير دلوقتي بتحصد بتحصد أرواح بالعشرات زي ما بنقول وفي دلوقتي مطالب في البرلمان ان يستجواب ونشوف ايه اللي بيحصل في طرق كتير جدا وفي طرق كمان بعينها معروف ان دايما بتحصل فيها حوادث فالحكاية مش فكرة انه يعني ان احنا بنشوف بنلك الدوق على مصر عشان حاجة يعني صعبة ولا بتاع وان احنا سايبين حوادث لا فيه بس مش بالطريقة دي ومش بهذا المنظر اللي احنا بنشوفه بالنسبة لحوادث الطرق في مصر وزي ما قلتلكم كل مرة بقول لو انا قعدت اقول الحوادث مش هتكفي الحلقة مش هتكفي حقيقة احنا بسرعة كده يعني برضو سيارة وقعت من فوق كبري اكتوبر والسيارة سائقها في حالة اصابات خطيرة وكان تحطم جزء من سور الكبري وتعطلت حركة المرور فيه كمان سيارة ايشة دهة 16 اشخاص بطنطة وبعد كده قالوا ان السائق كان تعرض لازمة سكر وعشان كده ما قدرش يسيطر على العربية وفيه ناس تاني بتقول ان هي برضو كانت سرعة طائشة مش يعني هو عضو هائل تدريس بجامعة طنطة وده اللي بيقولوا ان هو تعرض لغيبوبة سكر فيه كمان اصابة 21 سوداني وضابت شرطة في حالة ستياحي بأسوان كمان انتشر على مواقع التواصل اجتماعي بقى فيديو لسواءه مع 14 راكب وتم تصويره وهو قاعد يلف سجارة مخدرات يعني ده بقى يعني مش عارفين اهو يعني سايق وتقريبا حد قدر ان هو يصوره لانه مشهد غريب وقاعد بيلف السجارة اهيه في ايده اهو وهو سايق ومع 14 شخص وطبعا لما تتعمل الحوادث برضو ويروح ضحيتها ضحايا قد كده اهو تفضلوا حضراتكم تفضلوا وهو سايق يعني بصوا الكوارث اللي بتحصل عشان يقولك ايه بتتكلموا عن مصر اه يعني ده دي 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 مشهد اخر يعني ودي ما قالوش ان عملت حادثة ولا لا العربية دي لكن ده مشهد تم رصده على اعتبارات ديكم شايفين الحادثة بتاعة طريق دير الانبا شنودة المصابين الناجين شاهدوا بانه البي كان قاعد يبلبع في بلاوي وهو سايق عشان كده طبعا يعني حاجة يعني ربنا يرحمنا يا رب فقادي المشاهدة وقادي المشهد بيلف في سجارة وهو سايق ومعافل العربية دي بيقولوا اربعتاشر شخص تمام طبعا زي ما بقول لكم اهو حوادث الطرق قدت الى انه كمان يكون فيه كاريكاتير ينشر في المصر اليوم شايفين المشهد بيلف في سجارة يعني اللي هو يا ربي ازاي طيب يعني انا بستغربة برضو ما فيش مسلا كان رد فعل من اللي بيصوروا وانا مش عارفة يعني بصراحة اه ما قالوا لو شرك الننزل مش عارفة المهم انه شوف طبعا اهو عشان بس ايه الشواء المظلمة دي هي اللي اصحابها ماتوا في حوادث عربيات بصوا قد ايه شايفين المعدل معدل رهيب جدا اه ينيجي برضو الموضوع انتحار شاب اه اسفل اه اسفل عجلات اه مترو المرج وده برضو شاب تاني بعد كان فيه الفتاة اللي هي كانت برضو والشاب عنده 17 سنة اه كانوا بيقولوا انه ما معوش بطايا حاجة لكن بيقولوا انه هو اه تم العصور على الموبايل بتاعه في مكان الحادث ومن خلال اجراء مكالمة هاتفية امكن التوصل لاحد اصدقائه وانه هو اسمه اشرف من احدى كرة محافظة الفيوم كان سافر لمصر بدون علم اسرته والغاية دلوقتي الكامل اشرف و17 سنة ورمى نفسه عنده مترو المرج الحادثة بقى المؤلمة جدا اللي الحقيقة برضو يعني اخدت اهتمام كبير الفترة اللي فاتت انك تفاجأ بانه دكتور في كلية طب الازهر عنده 47 سنة امراده طبيبة بشرية عندها 45 سنة حردت الاب ان هو يضرب ابناءه التلاتة علشان خاطر ان هي فهمت ان هم تقريبا ما ادق ديهم على 400 جنيه ومعرفش ايه دهب المصيبة بقى السودة انه الاب ده ضرب اولاده التلاتة وواحد منهم من الضرب ما استحملش ومات تانية اعدادي المهم انه في الاول ما كانوش هو رما برا وبلغوا على ان هو لقاه بالشكل ده وطبعا المباحث كسفت الاستجوابات والدنيا لغاية ما اكتشفوا انه في نفس الاصابات في اولاده الاتنين التانيين وبسؤالهم قالوا طبعا ان ابوهم اللي عمل كده وان اللي حرد الاب كانت الام علشان خاطر انه هم سرقوا 400 جنيه و2 جنيه دهب واسورة دهب من خزانة الام فهي اللي قالت للاب وطبعا الاب مسك بقى ايه مسك اه بتاع حاجة كده بتاعت غسالة اه ضربهم ضرب مبرح بسير مطور غسالة ومثبت فيه مفك عشان يدرب يعرف يدرب الابناء واسناء الدرب شهقة الابن الاوسط وخرج تروح الى خلقها وهي بمواجهتهم طبعا للأسف الشديد سير غسالة وفي مفك الاب دكتور واستاذ في طب الازهر والزوجة دكتورة طب يعني تعملوا كده في ابنكم عشان ولادكم عشان استرقة طب ما تشوفوا طب ايه اللي خلوهم يعملوا كده الاول لكن ايه ده بقى ده الازهر ده الازهر يا جماعة تفضلوا يعني اللي هو طب ازاي ازاي بنتعامل معه وازاي ان احنا كمان كنت عايز تصور الموضوع ان هو تم الاعتداء عليه برا يعني حاجة غير طبيعية الحاجة التانية بقى القصوى الرهيبة ام طلبت الخلع من جزها ليه لانه بيدي بنته ترامدول هي بقى حسن 25 سنة عندها حميل اربع سنين ومحمد سنتين ونص طلبت الخلع من جزها لانها اكتشفت ان هو بيدي البنت ترامدول كانت بتبص تلاقي ان البنت البنت تسعة شهور وكانت بتشوفها ان هي بتصب بدوار ودوخة والاب كان يعني بيبص كده والهو بيتحك وبعدين البنت جات في مرة من المرات كانت الدنيا يعني الدوار جامت جدا والبنت بتقع كل شوية وحاجة غريبة وبصت فجأة انه لقت الاب بيقولها اصلا المرات ديت لها برشامتين ترامدول مش واحدة طبعا سرخت وطلبت بعد كده يعني انه ايه ده هو ده زار ولا ده اسمه ايه بالضبط ايه اللي بيعملوه ده الاب كان بيدي بنته تسعة شهور ترامدول وبيزود لها الجرعة وبيتفرج عليها وهي بتدوخ وايه تأثير الدواء عليها يعني مش فهمة مش قادرة اشوف يعني مش قادرة يعني افهم ازاي اعمل ده وطبعا يعني انه طلبة الخلع منه اه يعني الحياة للاخبار اللي معنا زي ما انتوا عارفين النهاردة بيبقى بداية الاسبوع وبتبقى عندنا اخبار كتيرة واخبار الحوادث والامور الصعبة يعني كتيرة اه لكن يعني انا عايزة اكتفي بالجزء ده